ابنة حلب صاحبة الوجه الطفولي من موليد السابع من تموز عام 1973 الفنانة السورية الشابة رندا مرعشلي تركت بصمتها الأولى من خلال دبلاج أفلام الرسوم المتحركة إلى أن التقاها المخرج علاء الدين كوكش والذي فتح لها باباً واسعاً لتلتقي به جمهور شاشة التلفزيون في مسرح حي المزار والذي فتح لها باباً واسعاً لتلتقي به جمهور شاشة التلفزيون في مسلسل حي المزار عام 1999 نطفي التفق مع التجار السعودية ودول الخليج اللي يصدر له نصابون غار وطلب مني زيادة الكمية ليبدأ بشحنة طيب وانتاجنا من بودرة الأسيل بدنا نزيده ونبدأ بالمبيض الأسرع ما يمكن بهالحالي يا ست أميرة مننا على أقل خمس عمال جيب اللي ببك يا المهم الشغل يمشي تكرمين خلصوا تصنيع ماكينات خلط البودرة أبو شاب عم بلاحق الحداد والطول نشي وعدوا يسلموني إياهم بعد جمعة بدياكم تشدوا لي الهمي وتسلموني إنتاج وأنا مرح أنسالكم أتعبكم وفي نفس العام كانت على موعد آخر مع جمهور الشاشة الفضية في مسلسل ثلوج الصيف أحمد أنا بدي أعرف من حقي أعرف إذا كنت عم تستغلني مشان تتجاوز ماضيك أحمد أرجوك تكون صريح معي أحمد أنا بحبك توالت الأعمال الفنية التي تركت من خلالها الفنانة رندا مرعشلي بصمة خاصة فلقبت بفراشة الادراما السورية في حياتها شخصية ارتبطت بالفنان طارق مرعشلي وأنجبت منه هيئة التي دخلت إلى الوسط الفني أيضاً وبعد فترة تزوجت مرة ثانية وأنجبت طفلاً آخر شاركت في العديد من الأعمال الفنية وكان لها ظهور مع الفنان المصري هاني شاكر في إحدى أغنياته المصورة شاركت في عمل درامي حمل عنوان دامسكو وكان من آخر الأعمال التي أطلت بها على الشاشة الفضية أصيبت بمرض السرطان وظلت في المشفى إلى أن فرقت الحياة في الواحد والعشرين من تشرين الأول عام الفين وخمسة عشر ترجمة نانسي قنقر